السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء الأعزاء متابعي الكرام قصة اليوم عجيبة وغريبة قصة اليوم لمعاناة زوجة مظلومة قصة اليوم لزوج دخل على زوجته وهي في فراش المرض ألقى نظرة على وجهها الذي ظهر عليه علامات التعب والمرض إصفر وجهها وضعفت عظامها ثم سألها الزوج بعصبية هل اطلعت على التقارير الخاصة بك قالت له نعم قال لها هل عرفت أنك مصاب بمرض الإيدز اكتفت بأن هزت رأسها ثم عادت تكمل نومها مرة ثانية بعدها سحبت الغطاء فوق رأسها ولا تبالي بما قال الزوج ولكن هذا الزوج لم يرحم مرضها وضعفها ثم ترك لها خطابا تحت الوسادة التي هي نائمة عليها ثم خرج وقال لها لقد تركت لك ورقة تحت الوسادة وبعدما مشي بوقت قليل سحبت الخطابة وقرأته كان مكتوبا فيه أنت طالق وبعد أيام سأرسل لك ورقة طلاقك لم تعطي الزوجة اهتمام لهذا الكلام ولم تبالي بما قال الزوج لقد سحبت الغطاء مرة ثانية فوق رأسها ونامت مرة ثانية ولكن هذا الزوج حينما هم أن يخرج من المستشفى نادى عليه الطبيب المعالج لزوجته وقال له لو سمحت سيدي لحظة واحدة فنظر هذا الزوج للطبيب وهو يستغرب الأمر فقال للطبيب أعتقد أنك تكلمني في موضوع زوجتي فقال له الطبيب لا أنا حابب أقولك حاجة مهمة جدا فقال للطبيب أعتقد أنك تريد أن تكلمني في موضوع زوجتي أقول لك أنني قد طلقتها وهي لم تعد زوجتي الآن وأهلها سيتولون أمرها الطبيب الطبيب نظر لهذا الزوج باستغراب وقال له لا الموضوع مش كده خالص الموضوع ليس كما تظن الموضوع أنني محتاج لك أنت محتاج أنك تحلل دم إحنا هنحلل لك أنت أول ما الطبيب قال له كده أصفر لونه وكان هيقع من الخضة الطبيب قال له أنا حابب أقول لك حاجة بكل أسف حابب أقول لك أن أنت اللي مصاب بالإد أنت المصاب بالإد وزوجتك أقصد اللي كانت زوجتك وبقت طريقتك الآن ولكن الزوج فجأة أقول له هل تريد أن تقول لي أن زوجتي قد نقلت لي المرض فقال له الطبيب لا أنت غلطان أنت فاهم الموضوع غلط أنت اللي في الحقيقة اللي مريض بالمرض ونقلت لزوجتك المرض لأن تاريخ المرض عندك أقدم من تاريخ ظهوره على زوجتك واضح أنت اللي نقلت المرض لزوجتك وبعد شهور أليلة ستظهر عليك الأعراض الزوج هاك وماك وزعل وغضب وتعصب الزوج أطع التقرير وأسرع في الخروج من المستشفى كان في قمة الصدمة والزهول كان في قمة الصدمة والزهول وفي نفس الليلة الباردة وفي نفس الليلة الحزينة كانت الزوجة تحتضر كانت الزوجة تحتضر في غرفتها بالمستشفى وبجوارها والدها وإخوتها نظروا إليها ونظرت إليهم وكلها ألم وغضب وقد ظهر عليها علامات الموت وهي تتكلم بصعوبة وتنظر إلى السماء وتقول اللهم إنك تعلم أني لم أعصيك قط ولم أرتكب الحرام أبدا وإن كنت يا رب تعلم أنني فعلت هذا الذنب فلا ترحمني أبدا ثم نطقت الشهادة وفاضت روحها فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها خرج أبوها من الغرفة وهو يبكي ويعلم الحقيقة وهو يردد ويقول زوقوا من تردون دينه وخلقه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير نتعلم من هذه القصة أصدقاء الأعزاء أننا حينما نختار نختار أناسا صالحين نختار أناسا طيبين يعرفون الله عز وجل نختار أناسا نكمل معهم حياتنا بطريقة صحيحة وترضي الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر